بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمر إلى الجزء الثاني من Properties of Sections, Center of Gravity and Centroid وإن شاء الله هنا رح نشوف مع بعض العلاقة بين السنترويد والFirst Moment of Areas وبعض الخصاص بالنسبة للسنترويد والCenters of Gravity نبدأ بالسنترويد والFirst Moments of Areas The Centroid of an Area refers to the point that defines the geometric center of the area يعني هنا بالنسبة لي السنترويد C هو عبارة على الجيومتريك center هذا المركز C بالنسبة للأريا زي ما نشوف هنا طبعاً If the area has an arbitrary shape مهما كان شكلها The X and Y coordinates defining the location أي موقع السنترويد والC are determined as follows using these two equations طبعاً بالنسبة لي X A و X هنا X bar هذه هي أحداثيات center C بالنسبة للمحور هنا X والY بالنسبة للمحور X bar Y X bar A بتساوي integral XDA زي ما شفنا من قبل وبالنسبة لي راح أطلق QY أو the first moment with respect to Y على the integral of XDA XDA نفس الشي هنا integral of YDA بالنسبة لي هو first moment with respect to X ورح أطلق عليه يعني عبارة QX طبعاً هنا هذا global وهذا تقدر تجزأه بالنسبة لي هنا السنترويد C هو لكل plate وأنا عايز أجد X والY لو عايز مثلاً هنا X bar بتساوي integral of XDA على A الأرية هذه هي الأرية الكلية بالنسبة لأي أرية أنت بتحسبها هنا وبالنسبة الDA هي الجزئية زي ما تشوف هنا وتصبح عندها أحداثيات X و Y متنقلة على كل الجسم طبعاً نفس التحليل هذا بينتبق أيضاً على ال Y علاقتها مع first moment يعني X هذه بتساوي X bar بتساوي QX اللي هو first moment with respect to Y على الأرية A وهنا بالنسبة إلي Y bar بتساوي integral of YDA على total area وبتساوي هنا QX على الأرية A ترجمة نانسي قنقر